حاجة غلطة ولا لأ؟ من الدكتور حسام حسني برحب بحرك معانا يا فن مساخر عليكم الشيخ مساخر عليكم وقال عليكم المشاهدين أنا اتكلمت عن التحذيرات الدولية الخاصة بإن إحنا عايزين نمنع الفيروس قبل ما يوصل اللي إحنا بنقوله هزار بنا وبين بعض ده هم اتكلموا عنه فعلا أنتوني فوتشي ونظمة صحة العالمية من لفل الوحش هل أنا غلطان أولا؟ حضرتك على يعني كلامك صادق مليون في المية وكلامك واقعي مليون في المية ولازم الناس المصنوية ده يتكلموا بنفس الوقع الحاجة يتكلم فيها بنلاقي أن فيه رفض للقاحات ونفس الشخص ده مجرد ما ييجي يسافر برا أي دولة أوروبية نشارت السفر واللقاح فلا يتسابق أنه ياخد اللقاح مبدأ غير مفهوم اللقاح هو طوق الأمان حضرتك زي ما حضرتك قلت لابد إحنا نكسر دولة حياة الفيروس دولة حياة الفيروس الفيروس ما ينشطش إلا داخل جسم الإنسان يعني بالفيروس خرج للمجتمع الخارجي ما يحصلوش أي نوع من النشاط لا ينشط ولا ينتشر إلى داخل جسم الإنسان لو أنا قدرت أن أخلي داخل جسمي مناعة عن طريق اللقاح ده بيخليني أن أخلي دولة حتى الفيروس وأقل الانتشاره عشان كده بنأكد أن إجراءاتنا الاحترازية أصبحت أربع حاجات المسك التماعب الاجتماعي رسيل اليدين واللقاح اللقاح أصبح الزام وليس ترفاهي ده مش بس في مصر العالم كله دلوقتي أصبح دخولك وحياتك الاجتماعية دخولك السوبر ماركت دخولك النادي دخولك السينما دخولك مكان شغلك مش هتطورولنا يا فندم الأبليكيشن علشان يبقى بيكشف على الموضوع ده اللي هي التطبيقات اللي موجودة على التليفون قريب أوي هتبقى التطبيقات داخل مصر وحشغلين على المصر حتى تصحة بالوقتي وفي القريب أوي خلال أسبوع أو تنين هتبقى التطبيقات اللي موجودة على المصرين كلهم بشكر رك شكرا جزيلا دكتور حسين حسين فاضل في حاجة على ركع السؤولة اللقاح والأمان اللقاح بيحميني بنسبة كم في المية فن خلينا نقول على الأقل حضرتك وقلت معلومة مهمة جدا على أمريكا ونسبة الأشخاص واجدوا العلاقة دي مرتبطة بنسبة تطبيقات وش نقول اسم ولايات المتحدة يعني فيه ولايات المتحدة اللي فيها نسبة أشخاص دي الجنوب هو أكتر جزء خايف من لقاحه ومن قومه والجنوب فيه أكتر نسبة انتشار للعدو ودخول مستشفيات عشان ما فيش لقاحه دخول مستشفيات عشان التطايمات التطايمات ما تحميش من الإصابات اللي بتحمي الإصابات الشديدة ويوفيات وتقلل نسبة الإصابة يعني التطايم هو لا يمنع المرض لكن بيعمل أهم من كده بينقص حياتك لا يمنع المرض من نسبة 200% بيمنع من نسبة 250-70% لكن يمنع على أعراض الشديدة ونفيئات لمسبة تصل إلى 99% طب أنا برضو قبل مشكوح لك فيه برضو سؤال جي في دماغي دلوقتي النهاردة كان رئيس مجلس دارة شركة فايزر بيطلب من الـ FDA من نهاية الدواء الأمريكية إنها توافق على الجرعة الثالثة المنشطة الأبحاث دلوقتي بتقول الحماية الخاصة باللقاح الأجسام المضادة أو الفعالية الخاصة باللقاح بتستمر معنا الناس المطعمة بتستمر معهم قد دي أو بتبدأ تقل لفترة قد دي على حسب التكنولوجيا بتاع تصنيع اللقاح يعني فيه لقاحات اللي هي Total Inactivated دي تقعد من 19 شهر لـ 12 شهر زيها زي الـ Biovector, Astro, Sputnik و Johnson & Johnson الـ MRI اللي هما زي فايزر اتنشفوا أن هما بعد 16 شهر منها بتقلي شوية بيحتاجين جوع من الشطة يعني التطعيمات اللي معمولة بالطريقة التقليدية اللي احنا نعرفها بتقعد من 9 لـ 12 شهر بالضبط التكنولوجيا الجديدة اللي هي خاصة مثلا بالقاحة لزي فايزر دي بتبقى أقل شوية فاللي بتحتاج تنشيط بضبط دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة تحياتنا يا فاندم واتمنالكم التوفيق في كل الجهود اللي بتقوموا بيه شكرا جزيلا